تحياتي لك أستاذ محمد يعني نتكلم في بدء الأمر عن هذا الاجتماع على المستوى الوزاري اليوم وأيضا يعني ما تم قبله من إعادة ترشيح مرة أخرى للأمين العام لجامعة الدول العربية السيد أحمد أبو الغيت كيف رأيت وثمنت دور السيد أبو الغيت إلى الآن في جامعة الدول العربية أولا تحياتي لكم يعني يأتي اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته العادية في مرحلة دقيقة جدا تمر بها المنطقة العربية على صعيد التطورات الدولية والإقليمية فهذه المتغيرات الدولية التي حصلت في الفترة الأخيرة وأهمها تبدل الإدارة الأمريكية ثم اجتداد حدة الاستقطاب الأميركي الروسي الصيني تواجه الأمة العربية مرحلة مليئة بالعمل بالتحديات ومتصلة بما كانت تواجهه من برامج ومشاريع في فترة سابقة أبرزها مخطط الشرق الأوسط الجديد وإفرازاته الإرهابية والتقسيمية أبرز التحديات التي تعيشها المنطقة العربية الآن وفي فترة مقبلة أيضا تتمحور حول التدخل في الشؤون الداخلية العربية سياسيا واقتصاديا بما في ذلك استمرار سياسة الابتزاز وتفعيل الحصار المائي والمالي والاقتصادي على الدول العربية وعودت خلايا داعش النائمة الإرهابية للتحرك ثم البدء بإحداث تطورات في الإقليم أبرزها التفاوض مع إيران وهذا يخص الخليج ثم التنصيق الأميركي مع تركيا في ما يخص سوريا والعيران مواجهة هذه التحديات يا أستاذ شادي من المحيط إلى الخليج لا تتحقق بشكل قطري وفردي فلا تستطيع دولة عربية أن تواجه بمفردها ولا يتحقق هذه المواجهة باستمرار الرهان على الحمايات الأجنبية التي أثبتت عدم جدوها المواجهة تكون بتفعيل التضامن العربي كخيار وحيد واعتبار التنصيق المصري الخليجي قاعدة لإحياء هذا التضامن والبناء عليها الأمر الثاني تطوير جامعة الدول العربية باتجاه اتحادي وتعزيز إمكانياتها وصلاحيتها وفي هذا المجال أحب أن أشيد وأشدد على الدور المتقدم الذي يقوم به أمين عام الجامعة الأستاذ أحمد أبو الغيت في تقريب وجهات النظر وفي تفعيل الجامعة وفي الطروحات التي يطرحها ثالثا المطلوب تأكيد التمسك بمقومات الدولة الوطنية في كل بلد عربي حسب تأكيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما لأن هذا الخيار هو خيار وحيد لمحيد عنه وتأكيد الالتزام العملي والمباشر بمقررات قمة شرم الشيخ عام 2015 خاصة لجهة إعادة إحياء القوة العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي وأخيرا تحقيق المصلاحات العربية العربية بمثل هذا التضامن يمكن خلق موقف عربي متكامل وقوي يستطيع مواجهة التحديات الدولية الداهمة ومواجهة التدخلات الإقليمية سواء كانت من قبل إيران أو من قبل تركيا أو من قبل أثيوبيا والتنصيق العربي في حل الأزمات العربية سواء كان في لبنان أو في سوريا أو في العراق أو في ليبيا وفي أي منطقة عربية تجهد أزمات مستفحلة اشتركوا في القناة